اصبحوا عنوانا للمعانا هم اطفال اللاجئين السوريين الذين نزحوا الى دول الجوار جراء تصاعد العنف والاضطرابات في سوريا معاناة مريرة اثرت سلبا على حيات هؤلاء الاطفال نفسيا واجتماعيا وبحسب ما جاء في تقرير اعدته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فان عدد الاطفال اللاجئين السوريين تجاوز المليون طفل كما وصفت تقرير حالات الخوف الكبير التي يعانيها واثار الصدمات النفسية الظاهرة عليهم والمتمثل في العرق والانطواء على النفس والتأتأ والتبول في الفراش اضافة ان معظمهم يتربون في اسر مفككة لا تبعث على الاطمئنان المفوض السامي لشؤون اللاجئين انطونيو جوتيرز افاد ان عدد اللاجئين السوريين في الدول المجاورة قد يفوق ثلاثة ملايين لان كثيرا منهم لم يتقدموا للتسجيل في دوائر المفوضية لقد بلغنا يوم امس مليونين ومئتين واربع وستين الفلاجئ سوري مسجل لدى المفوضية في المنطقة ولكن لا بد من الاخذ بعين الاعتبار ان هناك من فروا من الصراع ولم يسجل اسماؤهم لدى المفوضية لانها لم تكن في حاجة للمساعدات المباشرة من المفوضية بل تأخذ اعاناتها من جهات اخرى لهذا نعتقد ان العدد الاجمالي بلغ اكثر من ثلاثة ملايين سوري لاجئ لهذا لا بد من تعزيز الدعم من قبل المجتمع الدولي مجلة The Economist البريطانية صلتت الضوء على معاناة السوريين والفلسطينيين في مقاصد اللجوء واشارت في تعليق على موقعها الالكتروني الى قلة الخيارات المتاحة امام اللاجئين السوريين والفلسطينيين وعدم قانونية تواجدهم في مصر في ظل تعذر قيام مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة بتسجيلهم في قوائمها نظرا لوجود وكالة اممية منفصلة مختصة باللاجئين الفلسطينيين المجلة ذكرت ان اللاجئين غير مرحب بهم في الضفة الغربية او قطاع غزة وان لبنان فقط هو من يمنحهم تأشيرات لمدة لا تتجاوز 48 ساعة ما يعني عودة معظمهم اضطراريا الى سوريا وما تشهده من حرب كما رصدت سجلات المنظمات الحقوقية في مصر حول ترحيل 1500 سوري حتى الان ومحاولات ناشطين مصريين اثناء الحكومة عن ترحيلهم والابقاء عليهم